تطور الإنسان الجزء الثلاثين وإقرارات لعلماء كثيرين أكثر من اللي قدمتهم قبل كده بيؤكدوا أن حفرية لوسي ليست مرحلة وسيطة لتطور الإنسان باختصار شديد اللي بنتكلم في الموضوع ده علشان في فترة مسيحيات أو لهود دفاعي لأن الملحدين أو الفكر الإلحادي لما حاب يهاجم الكتاب المقدس ما حاب يخطأه في عدد علمياً ولا تاريخياً ولا غيره بس لا حاب يقول الكتاب المقدس من بدايته بالكامل غلط الكتاب المقدس يتكلم على الخلق بوضوح طلع الفكر الإلحادي يقول لا الكائنات لم تأتي بالخلق ولكن أتت بالتطور ولا يوجد حاجة لإله خلق فليه أهمية الموضوع ده لإثبات لا الكتاب المقدس ما كانش مخطئ لما تكلم لأن الحقيقة الأدلة العلمية هي في صالح الخلق على العكس البروباجندا والإشاعات والفرضيات والإدعاءات اللي بتقدم اللي بتحاول تدعي العكس وزي ما دايماً بربطنا بين الإلحاد والتطور ليه مع بعض لأنه الفكر السائد دائماً كان وجود إله خلق والمحاولات الإلحادية القديمة الفلسفية كانت بتفشل ليه؟ لأنه دايماً لما كان بيحاول فليسوف قديم بيقول ليوجد إله خالق كان بيواجه بسؤال بينهي على فكره تماماً وهو لو لا يوجد إله خالق من أين أتت الخلائق؟ فما كانش الفكر الفلسفي الإلحادي ده بينتشر في الماضي كتير وكان بيوصف بالغباء أو بالجهل لغاية ما طلع ادعاء أنه لأه يوجد احتمالية أخرى أو محاولة أخرى أنه ما يكونش الكائنات دي جات بالخلق تكون جات كلها أنها تطورت تدريجياً من جده مشترك ولو أثبتنا الموضوع ده كده أثبتنا عدم الحاجة إلى وجود إله خالق وكده يبقى ردينا على السؤال اللي عجزوا عنه الفلاسفة لمئات القرون من الرد عليه وهو من أين أتت الخلائق لو ليوجد إله خالق فلذلك أول ما طلعت الفرضية دي الدعاء من الكائنات كلها جات من جده مشترك كومان أنسيستور فرحوا بيها جداً الملحدين واستماتوا في الدفاع عنها ونجحوا في إعطائها هالة علمية كاذبة رغم أن العلم الحقيق لا يمت لها بالسلام لأن العلم لازم عشان يكون مؤكد يكون ملاحظ مختبر متكرر ويطبق عليه مبدأ الفلسفات التطور لا هو ملاحظ ولا هو مختبر ولا هو متكرر ولا يصلح أيضاً تطبيق مبدأ الفلسفات والعليم والحاجات البسيطة اللي بتطبق بتثبت خطأ وفي المقابل الخلق ملاحظ مختبر متكرر وكل التجارب أثبت الصحة في هذا المجال فزي ما وضحت ليه بنتكلم في الموضوع أتكلمنا طبعاً المقدمة والتاريخ الفكر الإلحادي التطوري وإزاي ارتبطوا ببعض وبعد كده تكلمنا على التطور والبيولوجيا وأكدنا أنه علم البيوكيمستري والجينات تؤكد استحالت أنه تطلع حاجات لوحدها في الطبيعة بعد كده تكلمنا على التطور والأحقاب المذكورة دي حقيقية وعرفنا أن الكلام ده غير صحيح تكلمنا على التطور والجيولوجيا وعرفنا أن الطبقات الرسوبية تشهد على الطوفان وليس على الحقب والتطور وبعد كده تكلمنا على التطور الكبير وتطور الحيوانات وجبناها من البداية من المزعوم الجد المشترك الملوش وجود ووصلنا لغاية ما وصلنا حالياً في القسم السابع ادعاء تطور الإنسان وفي هذا الجزء بدأنا نتكلم وعرفنا أنه بيحاول يركزوا على حاجة بسيطة جداً في ادعاء تطور الإنسان وسيبين بقية الشجرة بالكامل اللي ليس لها أي جزور وليس لها أي صاق وليس لها أي من الفروع الكبيرة على الإطلاق فلو هنمسك شجرة تطور الإنسان المزعومة من أول الجد المشترك المزعوم اللي المفروض الأول كانوا بيدعون هو من 2 مليار غيروه 3 ونص مليار غيروه 3 و8 من 10 مليار ودلوقتي 4 و1 من 10 مليار وكل ما بيتزن وبيطول الوقت شوية صغير هذا الجد اللي هو غير يشبه غير حقيق النواة اللي بدأ أين هذا الجد ليس لها وجود المفروض أنه تطور إلى حقيق النواة مراحل تطور فيه ملهاش وجود اللي بعد كده قعد مليار ونص لغاية ما تطور الخلايا الحيوانية الأنيماليا فين مراحل تطوره ملهوش وجود طب الجد المشترك لكل الحيوانات ملهوش وجود طلع منه شعب كتيرة منه شعبة مهمة الحبليات وتطور من وحيد خلية للحبليات عديد الخلايا المعقدة بدل ما أخذ مليار ونص بيتطور من خلية حقيقية النواة لحيوان أو 3 مليار ونص من الجد غير حقيق النواة للحيوان أدوبك أخذ له حدود 50 مليار سنة 50 مليون سنة عشان يتطور من خلية وحيد خلية للحبليات المعقدة طيب مراحل التطور فين؟ ما فيش طيب الجد المشترك لكل الحبليات فين؟ ما فيش بل أكشوال اتكلمنا على العلوم المختلفة زي الارديوساب والكمبلكس تي اللي يثبت خطأ الكلام دا ومينموم جين كونسبت يثبت خطأ الكلام دا وغيره المفروض طلع منه تحت شعبة تسمى الفقريات مراحل تطور الحبليات للفقريات ما فيش وتكلمنا عنه بالتفصيل هذا الأمر في القسم السادس طيب فين الجد المشترك لكل الفقريات ولا الهواء أنا آسف في التعبير ما لهوش وجود المفروض طلع منه بعد كده فوق الصف منه فوق صفه مهم اللي هو الربعيات أول بقى كائن يسيد في البرية يسود في البرية لوحده ما لهوش بقى أي أعياد عداد طبعيين دا هو الوحده والنباتات طيب فين مراحل تطوره ما فيش طيب فين هو الجد دا اللي يساد لوحده ما فيش اللي عنده دليل حكسي ويسبت كلامي غلط يقدمه احنا تكلمنا لغاية دلوقتي على ما يوازي أربعة مليار أو تلاتة مليار وتسعمية مليون سنة من رحلة تطور الإنسان معروف ومعلاهاش خلاف لا يوجد لها أي دليل طلع من الربعيات عدة صفوف منه صف الساديات أين مراحل تطور الربعيات للساديات للمماليا اتكلمنا عنها القسم اللي فات ما فيش طب فين الجد المشترك لكل الساديات ولا ليس له أي وجود بعد كده المفتوض طلع منه تحت صف المشيميات مراحل تطور الساديات للمشيميات فين ما فيش طب الجد المشترك لكل المشيميات ما فيش طب أصلا إزاي تطور فيه جهاز التناسلي من الربعيات اللي بتضيب للساديات للمشيميات مع عدم اكتمال أثناء التطور التدريج يعني ما بيخلفش يعني يندثر أصلا ده ضد العلم تماما طلع منه كذا ردبة من ردبة مهمة اللي هي ردبة الرئيسيات جميل مراحل تطور المشيميات الرئيسيات فين ما فيش تخيلوا بس وقالوها نصة من جد الكلام ده لحضراتكم طب فين الجد المشترك لكل الرئيسيات وليس له أي وجود بعد كده طلع منه كذا تحت ردبة منه تحت ردبة الليمون القردة القديمة فين مراحل تطورها ما فيش وطلع منه تحت ردبة قردة جفة الأنف من 40 مليون طيب تطور الرئيسيات للقردة جفة الأنف فين ما فيش طب الجد المشترك لهم فين ما فيش طلع منه كذا فوق عائلة منه فوق عائلة طلعت منها البابون جميل مراحل تطورها ما فيش وطلع منه فوق عائلة أخرى سوبر فاميلي اللي هي القردة أو الهومانودية طيب فين مراحل تطور القردة جافة الأنف للقردة مفيش طيب فين الجد المشترك لكل القردة مفيش طلع منه كذا عائلة منه عائلة الجبونات مراحل تطورها من نفس الأمر مفيش وطلع منه عائلة مهمة جدا القردة العليا اللي هي الحامل دا فين مراحل تطور القردة للقردة العليا مفيش طيب الجد المشترك لكل القردة العليا حد عنده حد يقدر يقدم لي الدليل حد عنده الحفرية بتاعة الجد المشترك لكل القردة العليا ل Märseyato طلع منه كذا تحت عائلة منه منه تحت عائلة طلع منها الأورانجوتونات مراحل تطورها مفيش المميزة جدا ومنه تحت عائلة أخرى تسمى تحت الإنسانيات لسه قردة لسه بيفيكس اللي هو الهامنيني فين مراحل تطور قردة العليا الهامنيني ليه الهامنيني مفيش طب فين الجد المشترك لكل تحت الإنسانيات مفيش طلع منه كذا قبيلة منه قبيلة طلعت الغورلات فين مراحل تطور الغورلات مفيش أي دليل على مراحل تطور الغورلات رغم أن هي أكبر القردة حجما خاصة في حجم المخ وطلع منه من تحت الإنسانيات طلع منه قبيلة تسمى أشباه البشر لسه قردة الهامنيني من الهامنيني للهامنيني فين مراحل التطور مفيش طب فين الجد المشترك لكل الهامنيني أشباه البشر مفيش ده الجد المشترك ما بين الإنسان والشمبانزي وتقدر تسأل أي حد يؤمن بالدعاء تطور الإنسان طب مين الجد المشترك للإنسان والشمبانزي فين الحفرية بتاعته لا يوجد ده المفروض طلع الشمبانزي وانعزل خلاص عن الإنسان رغم أنه مفيش مرحلة واحدة في مراحل وسيطة التطور الشمطنز وبعد كده طلع من أشباه البشر تحت قبيلة اللي تسمى شبيهة الإنسانيات الهامنينة فمن الهامنيني إلى الهامنينة مفيش مراحل تطور القصة كلها هي الجزء ده اللي هي شبيهة الإنسانيات ويبتدي الخناءة كلها من هنا وبتيجي فيها أردي ولوسي والكلام ده كله وبعدها الهومو هاكلاس وهومو إريكتوس وهومو نياندرسال وهو البشريات العادية اللي هو أحد والذي المفروض طلع منها الإنسان الباقي كله ده ليس له أي وجود وده ما بيختلفوش عليه وبيقروا بيه في المراجع وقدمت بدل المرجع أعتقد أقدر أقول مئات إن لم يكن ألاف كل الخناءة على الجزء ده عشان تعرفوا إن الشجرة المزعومة لتطور الإنسان دي كلها ليس لها أي وجود دي عدمية شيطانية خيالية والخناءة كلها على فرع مزعوم بيدعوه وعرفنا كمية التزوير اللي موجودة فيه فعشان كده لما بنكمل الكلام بتاعنا على تطور الإدعاء تطور الإنسان وعرفنا كل الكلام ده ليس له أي وجود وعرفنا أن كل المراحل المزعومة البلوبيثيكاس والإجريبتوبيثيكاس والبروكنسول والدرايوبيثيكاس والرامابيثيكاس والأوريوبيثيكاس والسهيلانسروباس والأورانين والأبدبيثيكاس سواء كادابة أو راميداس والأسترربيثيكاس آنامينسيس كلهم بإقرار العلماء بالمراجع أجناس قردة اندثرت سواء بعضهم تنوع من أجناس قردة أو عظام صغيرة خلطوا بعض الأجناس مع بعض وبعضهم أضافوا إليهم عظام بشرية عشان يدعوا مراحل وسيطة ويتكشف الموضوع ده بإقرار العلماء المتخصصين والأبحاث وعشان كده كل اللي فاتوا دولة أسماءهم أسماء سنائية يعني أسماء أجناس ليس مراحل وسيطة ولا جدود مشترك ما فيش واحد منه لهو اسم قبيلة ولا عائلة ولا ردبة ولا غير كلهم بأسماء سنائية لأنهم أجناس يعني يا إما أجناس اندثرت يا إما تنوع لا جدود ولا مراحل وسيطة والغاية دلوقتي احنا بعد ما نفصل الإنسان عن كل القردة اللي نعرفها الحالية زي الشمبانزي ووصلنا إلى ما هو قربة 3 مليون لسه في 3.2 من 10 ولا عندنا أي جد مشترك ولا أي مرحلة وسيطة تقدر تقف أو تثبت وصلنا للمرحلة الهامة المشهورة جدا اللي هي مرحلة الأسترالوبيسكاس وتكلمنا على الأسترالوبيسكاس أنا منسس وبدأنا في الأسترالوبيسكاس أفرانسس وعرفنا في الجزء الخمستاشر أنه كل صفاتها تقريبا بإقرار العلماء مع اختلافات بسيطة قوي من التنوع يعني تطابق الشمبانزي القزي البنوبو مش الشمبانزي العادي الشمبانزي القزي فيه معادة طبعا الصدايب وبدأنا في مرحلة أسترالوبيسكاس أفرانسس أو القرد الأفريقي الجنوبي من منطقة عفار في أثيوبيا وعرفنا كارثة اكتشاف خطوات بشرية طبيعية يعني بشر عاديين ضعف طول لوسي وبأقدام طبيعية أقدم من لوسي بنص مليون سنة حسب تماشيا مع ادعاء أعمار الطبقات بتاعته ولكن للأسف حاولوا ينسجوها زورا لمرحلة لوسي اللي هي الأسترالوبيسكاس أفرانسس رغم أن لوسي تطابق في أقدامها أو الجنس بتاحها يطابق في أقدامها شمبانزي قزي ليه عملوا الحركة دي وسبب خطائها علشان يحاولوا يدعون هي مرحلة وسيط وبيكرروا الادعاء ده حتى الآن رغم أن هو سبب خطأ رغم أن تم اكتشاف حفريات كافية تؤكد أن أقدام الأسترالوبيسكاس أفرانسس زي الشمبانزي ولسه بيدعوا ادعاء أن خطوات لا يطولي هو بتاع جنس لوسي حتى الآن بيدرس في جامعات حتى يومنا هذا هذا الادعاء الخاطئ اللي قالوا عليه علماء المتخصصين أن الكلام ده غلط أيضا دراسنا باختصار خطوات بشرية كثيرة أخرى في طبقات مختلفة كلهم أقدم من المراحل المزعومة لدعاء تطور الإنسان وده يؤكد إزاي إن الإنسان بخطواته موجود في طبقات حسب ادعاءه أقدم من جدود جدوده اللي لسه رجلهم قرغ كمان مش بس خطوات بشرية درسنا في طبقات مختلفة أدوات بشرية بل أيضا حفريات بشرية أقدم اللوسي بكتير يعني إثبات واضح جدا أن خطأ التطور وكما سبق واللي قلت عن اكتشاف عظام أقدام الأسترالوبيسكس أفرانساس جنس لوسي اللي يؤكد أن أقدامها زي الشمبانزي وما كانتش بتمشي بل محتاجة الأقدام دي علشان تتسلق زي الشمبانزي ودرسنا في الأجزاء السابقة كمان حفرية ابن لوسي اللي أثبت أن الأسترالوبيسكس هو فقط قرد زي وزي الشمبانزي في كل الصفات وعشان كده قالوا إن ابن لوسي كان عايش على الشجر مع أنه ملاحظة إن الحاجة الوحيدة اللي بيعتمدوا عليها دلوقتي في عدعاء التطور أهم حاجة صفة الوقوف على القدمين والمشي وأن تبقى حياته باي بيدين يمشي على رجلين بدأنا ندرس الحفرية المهمة جدا واللي بتعتبر لدى الكثيرين من مؤمن التطور إن هي الأساسية بقى هي القصة الكاملة في هذا الموضوع المراحل تطور الإنسان واللي هي لوسي بل بسبب تمسكهم بيها درسنا كم حفرية تانية رفضوها وعرفنا في الأجزاء السابقة وأيضا في جزء 15 إن لوسي الهايكل المكتشف هو عبارة عن 40% بس هو يشبه العزام المكتشف في كل شيء فيما عاد حاجتين كل شيء يشبه هيكل الشمطانز القزي معاد عظمة الرقبة الأولى وليس الغير كاملة وعظمة الحوت وعرفنا الاتنين هم اللي بيعتمدوا عليهم في الدعاء التطور بس وبسببهم غيروا قصة تطور الإنسان بدل مكان بيتطور في مخ وبييتطور في رجليه ولكن عرفنا كارثة إن الرقبة دي طلعت ليست رقبة لوسي أصلا دي مزورة رقبة لوسي غير مكتملة لكن اللي نسابوها للوسي بيكتشفت على سطح الأرض قبل اكتشاف لوسي بسنة في منطقة مختلفة بتبعد أكتر من كيلو ونص عن مكان حفرية لوسي على سطح الطبقة أكثر انتخفاض من طبقة لوسي بسبعين متر عشان كده حددوها بمئتين ألف سنة أقدم من لوسي يعني رقبة لوسي أقدم من لوسي بمئتين ألف سنة حلوها أنتو دي بل ونوعية طربة مختلفة والكرثة لأكبر من ذلك كله إنها قرب مقبرة بشرية يعني رقبة بشرية نسبوها للقردة لوسي عشان يدعون هي مرحلة نسيطة الأصلية باعتراف أوين لوفجوي وجوهانسن نفسه وسماعتكم بصوتهم في الفيديو بتاحهم بصوتهم هما إنه قالوا إن العظمة الحوض الأصلية بتاعت لوسي تشبه الشمبانزي بيرفكلي زي ما قال أوين لوفجوي لكن عملوا قالب آخر بديل صنعوا وشكلوه يشبه عظمة حوض البشر وده اللي بيتحط مع الهياكل والريبلكة اللي بتتوزع في الجامعات وبتتوزع للمتاحف وعرفنا الكارسة دي اسمها التزوير وليس أمر علمي زي ما الدعم وعرفنا إنه كمان جينيا اللي الدعاء ده ما ينفعش وعرفنا إنه أيضا تشريحيا بدراسات العلماء الضخمة الكثيرة لا يصلح الدعاء تطورها زي ما ينفعش وأيضا عرفنا بدراسات على بقية العظام وبرامج كمبيوترية لاتصال مناطق اتصال العضلات بهذه العظام إنها لا تصلح للمش بل هي تمشي على أربعة ولو حاول تمشي على قدمين زيها زي الشمطانز الخزم يمشي لكم خطو على قدمين شوية صغيرة وبعد كده ترجع تمشي على أربعة مرة تانية وتتسلق وعرضت لكم لوسي اسلوب ماشلاها زي وزي بالزبط البونوبوس أو البونوبو اللي هو القرد أو الشمطانز القزم اللي يختلف قليلا على الشمطانز العالي مع ملاحظة إنه نقطة حواري ليس هل لوسي تقف على قدمين أو تقف على قدمين زيها زي الشمطانز القزم تقدر مده موجود حاليا في جنس موجود وعايش ويقدر الشمطانز القزم يمشي بعض الخطوات لكن نقطة حواري هي التزوير اللي عملوه عشان يحول لوسي من أنها تكون فقط تنوع من الشمطانز القزم أو جنس يشبه له عشان يخلوها مرحلة وسيلة وده اللي وضحت مع ملاحظة وقت اكتشاف أوين لاف جوي وجوهانسن أو جوهانسن ومساعدة أوين لاف جوي في البحث فيه لحفرية لوسي كان جنس القرد الشمطانز القزم ما كانش معروف ما كانش مدروس البنوبوس ما كانش الدرس كويس الشمطانز العادي كان مدروس لكن الشمطانز القزم ما كانش الدرس كويس خلي بالكم أيضا سؤالي الأساسي بالإضافة للتزوير لو لوسي كانت بتمشي زي الشمطانز القزم وبتتأرجح على القدمين وتمشي شوية على رجلين وشوية على أربع وبتتسلق ما هو الدليل أن لوسي مرحلة وسيطة وليس من أنواع القردة الطبيعية فقط إن قردت ده سؤال إيه الدليل القاطع اللي عندك أن لوسي مرحلة وسيطة وليس تنوع من هذه القردة إذا كانت تطابق إليه واللي قلت سابقا للحلقات الوسيطة هي فين الحلقات الوسيطة الكتيرة لتطور لوسي عن الجدود بتاعتها في الركبة عشان تظهر التغير التدريج من ركبة القردة اللي نصبت لعائلة لوسي واللي تشبه رجبة الإنسان الطبيعي واللي قلت عنها بكل ثقة أنها رجبة إنسان لأنها اكتشفة جانبها في مقبرة بشاريع هل هناك ركب بها تغير بسيط في جزء عزمي واحد زي الإيليم مثلا وهل هناك آخر بعدها حدث فيها تغير ثاني في الإسكيم في جزء الحوض وهل هناك مرحلة تالتة بها تغير بسيط في التبية التي تركمت على الكل ده وهل هناك مرحلة رابعة تغير فيها الفيبيلر أو الفيبيا وهل مرحلة خمسة تغير فيها الباتيلا وكل ده يتراكم على السابق وهل هناك مرحلة ستة وسبعة وتامنة وتسعة وعشرة عشان يكون ده كل التغير مستمر عشان يثبته التطور التدريجي المتراكم حضراتكم عارفين أن التطور وحتى النيوت داروينيز حتى الداروينية الحديثة بينادب التفارات التدريجية وإيه بينتخبها الانتخاب الطبيعي يعني تغير تدريجي بسيط في المرة الواحدة مش هيحصل لك عشر تغيرات في جنين واحد لا ده تغير في الجيل يحصل تغير بسيط تغير في عضمة واحدة ومإيه تنتخبه الطبيعة ويسود ويندثر السابق له في عدة أجيال بعد ده يحصل تغير آخر واحد آخر بسيط زيه في عضمة تانية جنبه يتراكم على السابق ويسود وتنتخبه الطبيعة واللي قبله يندثر المرحلة الوسيطة السابقة إليه والثالث والرابع وهكذا لو كان لوسي أو حتى قبل لوسي بدأ يحدث له تغير واحد في جين واحد عبر عن تغير في صفة واحدة ظاهرة فمثلا نطال الإسكيط أو غير زاوية نفصل الفيمر أو غيره لكن باية الطفرات ما حصلتش تخيل واحد في عضمة زيادة أو عضمة طولت في عظام الركبة بتاعته عضمة واحدة بس طولت تخيل إيه الألام البشعة أثناء محاولة المشي سواء على اثنين أو على أربعة والانتخاب الطبيعي زي ما أكدوا العلماء ده هينتخب للفناء مش للبقاء والنيسود نفس الأمر لو كانت الطفرة ليس في الحوض ولكن في الرجبة تغير زاوية الرجبة بسبب تغير زاوية نهاية الفيمر مثلا أو التبية أو غيره لكن الحوض لسه ما حصلتش بيه طفرات فالحوض غير مناسب ده يحصل ألام رهيبة في مفصل الرجبة والفخد يسبب صعوبة جديدة في استخدام الطرف ده في المشي لا على اثنين ولا على اربعة ولا على التسلق كمان يعني يفنم الإنسان لو حصلت عنده زيادة عظمية منطقة سواء في كحل القدم أو في حادث تكسرت حطة عظمة من الرجبة أو غيره وبقية العظام عادية ده حبي يصيبوا بألام صعبة جدا وبنتطر نتدخل جراحيا عشان نعالج ده عشان يقدر يعود لحياته الطبيعية ويقدر يمشي بدل ما يبقى مقعد تقدر تسأل أي دكتور عظام الكلام اللي أنا بقوله ده أنا مش أقولش حاجة غريبة بل أي ناس يعني حصل عندها مشكلة في هذا الأمر تعرف اللي أنا بتكلم عنه كويس جدا سؤالي إزاي المفروض المراحل الوسيطة لغاية ما وصلنا اللوسي انتخبتها الطبيعة انتخبت الأرد ده اللي طولت عنده عظمة فلا قادر يمشي كويس وكل ما يحاول يمشي فيه ألام رهيبة مع كل خطوة سواء على اثنين أو على اربعة وأقل قدر على التسلق من بقية القردة البقاء للأقوى في إيه أو الأصلح في إيه ده لو هاجم نمر إردين واحد من فصلة الشمبانزي أو الشمبانزي القزم وواحد من فصلة الأسترالوبيسيكاس أو مرحلة من مراحل تطوره ولسه لم يكتمل التغيرات مين اللي هينجو فيهم يعني مين اللي هتنتخبت طبيعة للبقاء طبعا الشمبانزي اللي فريرة جاري على أربعة ويطلع يتسلق على أقرب شجرة ومعندوش أي ألام في الركبة ولا أي شيء يمنعه الأسترالوبيسيكاس بقى لسه مش قادر يمشي كويس وبيمشي بيترنح ولا قادر يمشي على اتنين كويس ولا على أربعة كويس وعندو ألام في الركبة بسبب مشاكل الطفرات اللي بتحصله ولسه مش عارف يتسلق بسهولة بسبب التغير اللي حصله مين بقى اللي هيكل النمر الأول بل مين اللي يقدر يستطيع يتحرك أسرع عشان يجيب غذاء أكتر عشان يسود القرد المعيوبة بطفرة بعظام زيادة بتسبب له ألام وما اكتملتش بعد لغاية ما تبقى ركبة زي البشر عشان يمشي على قدمين ولا الشمبانزي اللي أسرع بكتير أرجو اللي بيؤمنوا بالتطور يفكروا شوية ما يسلموش أزانهم لانطبعات الأكسبورت تخيلات غير علمية بالمرة وغير صحيحة والعلم الملاحظ المختبر بيثبت خطأها ضدها الرقبة اللي نسبت للوسي زورا وهي رقبة شبهة تطابق رقبة إنسان حديث جانب مقبرة بشرية اللي بيحاول يدعي أن هي للوسي حتى الآن أطالبوا بالدليل القاطع أن الرقبة اللي اكتشفها دونالد جوهانسون هي فعلا للوسي أو لأسترالوبيسكس جنسها إيه مثلا لقى عليها جاية بيفطة مكتوب عليها أنا رقبة من جنس أسترالوبيسكس هي لقيها لوحدها كمان ما ليهاش فيها هيكال كامل طبعا لم يجد ذلك لهذا ولا ذاك ده وجدها بطبقة منخفضة بيدعي أن هي طبقة قضينة تبعت كيلو ونص عن مكان حفرية اكتشاف حفرية لوسي ويحددوها بعمر كمان مختلف يعني إيه؟ إما تكون فعلا لأسترالوبيسكس تنطبق المبادئ العلمية أسبق خطأة تشريحيا وغير أو تكون فعلا رقبة إنسان حديث والدليل أن هي تشبه باعتراف العلماء رقبة البشر وتفحص ويشوف هذا الاحتمال وهو دي لأنه هو المناسب لكن الاحتمال ده ما كانش عايزه دونالد جوهانسون وهو اللي رفض إن يقدمه كاحتمال ليه؟ لأنه ضد هدف أبحاثه بالكامل أصلا ده يوضح لنا إن لوسي شبه تطابق الشمبانزي بخاصة القذر وليس الإنسان رغم إن لوسي دي اللي بيحاول يدعو إن هي أهم مرحلة تطور للإنسان وليس الشمبانزي يعني دي الجد المشترك طلع منه الشمبانزي وبعد كده مرحلة بعد كده لوسي بعد كده ندخل على الهومو يعني هي ملهاش دعوة خالص بالشمبانزي ورغم كده إن هي تطابق فده يوضح لنا إن لوسي فقط تنوع من الثردة جنسه يشبه الشمبانزي القذر فزي ما عندنا الشمبانزي فيه تنوع وفيه أجناس من الشمبانزي الشمبانزي العادي والقذر اللي هو بنوبوس وعندنا الغوريلا وعندنا الأورانجوتان وغيرهم دول اللي موجودين حاليا ومتنوعين ومتميزين وما بيتنسلوش مع بعض وكل منهم منفصل بصفاته وجيناته اللي درسناها اللي ماينفعوش حتى يتناسلوا مع بعض فيما فينفعش تتناسل الغوريلا مع الشمبانزي ولا مع الأورانجوتان رغم التشابه البسيط اللي في تركيبهم اللي مناسب من التصميم اللي اتعملوهم للبيئة اللي عايشين فيها فأيضا قديما كان عندنا أجناس أخرى أكتر من القردة زي الجنس اللي وسي وغيرها وانقردة أو قد تكون فقط تنوع من الشمبانزي القذر والتنوع ده انضفر زي ما فيه تنوعات كتيرة حتى من النمور انضفر فهيكل لوسي أيضا بيه صفات واضحة مهمة تثبت أنها لها القدر على التسلق على الشجر العدمة بتاعة الكتف اللي هي الاسكابيوة في الكتف اللي هي اللي بيسموها لوح الكتف من ورا مع عدمة الكتف نفسها متجهة لأعلى زيها زي القردة وتكلمت عنها تسمح لها للتعلق بسهولة لزمن طويل على الشجر وعلى الفروع زيها زي الشمبانزي دي ما يقدرش يعملها الانسان ليه؟ الانسان عشان يتعلق على دراع واحد على فرع الشجرة محتاج يرفع زراعه لأعلى ويتعلق منه يحتاج أن أعظام الكتف تتحرك لأعلى عضلات أعلى الظهر كلها تنضغط وضوطة غير مريح وما يستحملهوش لأن الجزء السفلي في الإنسان أتقل من جزء العلوي على عكس لوسي والقردة اللي زيها الصفة دي تمكن لوسي والشمبانزي من تسلق لكن ما تسمحش بلمشي على القدمين فترة طويلة ليه؟ لأن لوسي والشمبانزي الجزء العلوي من جسمهم أتقل من السفلي عشان يتعلقوا على الإيدين أكتر من استخدامهم للطرفين الخلفيين يعني هاي كلوسي أصلاً لا يصلح لهذه الصفة المزعومة اللي يحاول يقولوها أيضاً العزمتين للأصابع اللي يكتشف ما لم يكتشف عظام اليد كاملة ولكن عزمتين صغيرين تظهر إنحناء مما يخلي أن الكف مناسب للتعلق فلوسي هيكلها مناسب إنها تتعلق منه أكتر من المشي أيضاً صفة مهمة في الرسغ بتاع إيد لوسي الرسغ بتاعها بيقفل النقل دي أو صفة القفل اللي يسمح للقردة الشمبانزي إزاي بيمشي على أربعة يديه ورجليه إن الرسغ بتاعه بيقفل زي ركبة الإنسان ما بتقفل بس الشمبانزي عكسنا الرسغ بتاعه إيده هي اللي بتقفل في قدر يمشي عليها ما توجعهوش منطقة الرسغ زي الإنسان ركبته هي اللي بتقفل عشان يقف عليها منتصد قفل الرسغ ده مش موجود في البشر موجود في الشمبانزي موجود في لوسي كلام ده قد أكون أنا اللي بقوله لكم ادعاء تعالوا نقرأه من مجلة أخبار العلوم ساينس نيوز بعنوان لوسي تسير على أربع بقفل الرزغ وتقول نصا علماء حفريات الإنسان عامة يعز الوقوف كشيء أساسي لعضوية شجر تطور الإنسان إزاي نفرق حفرية إن هي تبع القردة ولا ماشية في شجر تطور الإنسان أهم حاجة بقينا نتكلم على الوقوف بيمشي على رجلين نحطها في مرحلة تطور الإنسان لا ما بيمشيش على رجلين بيمشي على أربع نخليها في القردة ده الكلام اللي بتقوله المجلة وده إطرار العلماء ده بتسميها علماء حفريات الإنسان عامة الأنثروبولوجيست مكتفقين على هذا الأمر كويس؟ رغم هذا بعض من جدودنا الأوائل قد يكونوا يفضلوا المشي على أربع لسه بيقولوا عليها جدتنا حتى الآن في المجلة فده مش مجلة تبعنا ده مجلة لسه بتؤمن بالتطور وبتؤكد أن لوسي مرحلة تطور ورغم ذلك تؤكد أن لوسي أسلوب ماشيها تخالف المبدأ الأساسي لعلماء حفريات الإنسان لأنها بتمشي على أربع بتمشي على أربع زي ما بيفعل الشمبانزي والغوريلا بناء على دراسة في 23 نارس تكمل وتقول علماء من جماعة واشنطن فحصوا ما وجد من حفريات عظام جنس الأسترالوبيسكاس أنامنسس وأفرانسس أفرانسس هو جنس لوسي والأخير يمثل بالهيكل الشهير المعروف بلوسي لها رزق قابل للقفل لليد في وقت المشي على أربع آدي نص الكلام ايه رأيكم؟ آدي الكلام بالكامل وآدي اللينك للمجلة اللي عايزي تأكد وأسماء العلماء اللي اشتركوا في هذا الموضوع أيضا في مقابلة أكد عالم شهير اسم ريتشمون أن بعد تحليل خصائص الرزق للكائنات اللي بتسير على أربع هو وعلماء آخرين منهم وستريت عبروا القاعة من دراسة خصائص الكائنات اللي تمشي على أربع زي بعض الكرة ده ليختبروا هيكل في مدحف التاريخي الطبيعي اللي هو بتاع لوسي ويقول وذهبت إلى الكابينة وسحبت لوسي ومفاجأة خير المفاجأة ده لقيتها زي البشر؟ لا هي أيضا لها الصفات التشريحية التي تصنف أنها تسير على أربع يعني مش مرحلة بتطور الإنسان في الوقوف على القدمين والمشي عليهم بتمشي على أربع العلماء دولا فوجئوا بهذا الأمر هم ملقيت كل الدعاية والضجة والمجلات اللي قاعدة بتتكلم لوسي 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 بتمشي على رجلين في الآخر طلعوا بتمشي على أربعة آدي نص كلامهم وآدي مجلة ساينس اللي اتنشر فيها هذا الكلام قدام حضراتكم أيضا دراسها ريتشموند وسترايت وآلوا ان رزغها يحتوي على كل الصفات المطلوبة لقفل اليدين ليكون مناسب للمشي على أربع وده تنشر في مجلة نيتشر عدد ربعمية واربعة كل اللي بنلاقيه هو شبه القردة حتى في المشي على أربعة كصفة أساسية وليس اتنين زي البشر بل دونالد جوهانسون نفسه مكتشفها اللي هو صاحب الدعاية الضخمة دي كلها واللعبة دي كلها والتزوير إنساب إنه هو نسب إليها رجبة بشرية من قرب مقبرة بشرية وخلى أوين لوف جوي يزور له عضمه تحض مناسبة قال إن لوسي تختلف عننا في الطول وفي كل العظام تقريبا يبقى فين مرحلة وسيطة في معدر رجبة طبعا إذا حضراتكم عارفين إن هي مزورة فالفيمر أقصر وده اضطر كتير من العلماء المتخصصين إن يعطل لوسي هي عبارة عن تنوع من الشمبانزي ليس مرحلة تطول الإنسان زي بحث الدكتورة الشهيرة إدريان زيلمان اللي قالت فيه أو يعني اتنشر فيه إنه دكتور زيلمان تقارن بين الشمبانزي القزم ولوسي الذي هو أقدم حفرية الهامنين المعروفة وتجد تشابه مدهش بينهما ده مش تعبير أنا ده تعبير العلماء ده ما فيهم اللي لسه مؤيدين لتطوره لكن بيقولوا لوسي ده ما تنفعش كميلوا الجملة اللي بعدها بتقول إيه فهم تقريبا متطابقين حفرية لوسي تطابق هيكل الشمبانزي القزم في الحجم الجسم والتركيب وحجم المقف كله آدي نص كلامها وآدي اللي بتقول فيه almost they are almost identical إن بادي سايز إن بادي سايز إن بادي سايز إن بادي سايز وآدي الكلام اتنشر فيه science news هي بتتكلم عن الاختلاف في الحوض وده تكلمنا عنه بالتفصيل لأن الحوض اللي بتتكلم عنه بتعقوين لفجوي المزوح القدم علفنا أن هيكل لوسي مرهوش قدم وما تم اتشافه بعد ذلك من حفريات للاستراردسكس أفرانسس جنس لوسي زي حفريت ابن لوسي وغيرها اتضح وأكد أكتر أن أقدام جنس الأستراردسكس اللي هو جنس لوسي أقدام زي الشمبانزي والباقي كله تطابق الشمبانزي القزم حسب بحثها فعندكم حفرية العزام كلها المكتشفة الأربعين في المية تطابق الشمبانزي القزم فيما عادة طبعا الرجب المنسوبة زورا والحوض المزور فلماذا بيعتبروها حتى الآن مرحلة وسيطة لتطور الإنسان بعدم وجود دليل واحد رغم أنها المفروض تعتبر تنوع منه فده يؤكد بإقرارهم أن هيكل لوسي يطابق الشمبانزي القزم أو جنسي يشبه له زي تشابه جنس الشمبانزي القزم مع الشمبانزي العادي ولكن يوجد بينهم اختلافات فممكن يكون في جنس الثالث اللي هو جنس لوسي زي نفس الموضوع بنفس نسبة الاختلافات ونسبة التشابهات ورغم ده يرسموا الأجزاء التي لم تكتشف في هيكل لوسي يرسموها تشبه لإنسان ليه؟ رغم أنها لم تكتشف أصلا هقدم لكم صورة اللي قدمتها الزلما اللي أقرت في كلامها أنهم متطابقين شبه متطابقين لكن حطت نص لوسي ونص شمبانزي بالصورة دلي قدامها ليه طلعت شعر لوسي مهندم بهذه الطريقة؟ ليه طلعت أنف لوسي بهذا المنظر تختلف عن أنف الشمبانزي؟ ليه؟ ليه تلك كلام ده فين؟ ده صفت تيشوس ده عمرنا ملئناه ليه بعد كده في الحفرية الإيد الغير مكتشفة في لوسي يعملوها إيد بشرية تختلف عن إيد الشمبانزي؟ عظمة الحود عارفين إن هي مزورة بقية العزام كلها متطابقة ليه حطوا قدم لوسي قدم بشرية مش قدم شمبانزي رغم من الحفريات اللي تم اكتشافها قدم لوسي أو قدم جينس لوسي يطابق الشمبانزي إلي عايزي تأكد من الصورة دي آدي ساينتيفيك أمريكان وحتلقوا فيها الكلام اللي أنا قلته لحضراتك مع ملاحظة إن الحوض الأصلي ليس له الشكل ده والقدم ما لإنهاش فلوسي ولا اليد وعظمة الصباعة مقوسة والحوض مزور ورقبة منسوبة زورة المقال ده نشر في ساينتيفيك أمريكان واللي وضعت الرابط بتاعه يوضح لكم إن النظرية إن أسترالوبيسيكاس فرانساس أو بروتوتيب أو نموذك أولي للإنسان يعني إنسان نص إرض بيوضح بوضوح شديد إن هذه النظرية فاشلت ويقول لنا المقال ده إن هذه النظرية إنه الأسترالوبيسكاس بروتوتيب للإنسان فاشلت وماتت يعني مشانا اللي بقول لحضراتكم إن لوسي ما تنفعش تكون مرحلة وسيطة للإنسان اللي هي تعتبر أهم حفرية في ادعاء تطور الإنسان هم من نفسهم بيقولوا هذا الادعاء فشل وهذا الادعاء مات من زمان مين اللي بيقول الكلام ده علماء بيؤمنوا بملحدين يؤمنوا بالتطور ولما برئيسوا حفريت لوسي يقولوا لا الكلام ده ما ينفعش الكلام ده فاشل وواضح إنه فاشل والنظرية دي أو الفرضية ماتت من زمان ورغم ذلك حتى يومنا هذا في كل الجامعات بتدرس لوسي كمرحلة وسيطة لتطور الإنسان رغم عرفنا التزوين وإقرارات العلماء دي كلها لإيه لأن لوسي ثبت إنها تطابق الشمطانز القزم أكتر بكتير من اللي كانوا يتخيلوه أو بن حسين يدعوه بل تعرفوا ويطلعوا بنظرية جديدة إيه هي عارفين حيبتدوا يقولوا مين طلع جدنا لوسي لا أرضي لا عارفين دلوقتي بتدوا يحاولوا يدعوا إيه طب إيه المشكلة إنه يكون جدنا هو الشمطانز القزم اللي عايش حاليا طبعا الكلام ده مش نافع إنه هو ينتشر ليه لأن الشمطانز القزم عندنا حي ونقدر ندرس جيناته بكل سهولة ونقدر نطلع بكل سهولة إن إزاي جينيا لا يصبح إيه رأيكم؟ ليه لأن الدراسات الأحدث أثبتت إن الأستراليفسيسين أو جنس لوسي زي ما يقولوا العلماء نصا هو بالحقيقة يشبه الشمطانز القزم أكثر مما كانوا يعتقدوا في الماضي والفكرة القديمة أنه لوسي نموذج أولي للإنسان أو مرحلة وسيطة تطور الإنسان هي فكرة ميتة جدا هذه المرجع بتاع الدكتورة اللي قالت الكلام ده هي والتيم من العلماء اللي معاه اللي قالت بوضوح إذا كانت جدا إذا كانت جدا 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 إدعاء إنه لوسي مرحلة تطور فيما بعد للهومو الآن جدا 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 إيه رأيكم؟ هي تنفع تكون تنوع لإيه؟ للبنوبوس أو الشمطانز القزم مراجع كتير قالت نفس الكلام على المقال كل ده قدام حضرات ايضا اضيف على اللي قلته سابقا واللي يؤكد لوسي ان هي التنوع من الشمبانزي او جين سيشبه الشمبانزي القذب ايضا دراسات وليام جونجورز على اطراف لوسي وهيكلها واسلوب تحركها فيقول الادلة الحديثة تظهر ان الاستراليوبيسيكاس هو فقط قرد منقرض وليس اي شيء اكثر من ذلك ده مش عالم مسيحي فحوصات تفصيلية لمفاصل الافرانسيس تؤكد بوضوح المشي على الاربعة والتعود عليه يعني خلاص العلماء دولا بيؤكدوا ودولا متخصصين في مجالاتهم وبيجزموا لوسي هي عبارة عن وكل الجنس بتاعها هو عبارة عن فقط ارد ماينفعش يكون مرحلة تطور الانسان جنس ارد انقرض وخلاص وماينفعش يكون اي شيء اكثر من ذلك اي رأيكم ليه لسه بيدرسوا للطلبة بعد كل اقرارات العلماء دي بما في اللي اتنشرت في المراجع من مجالة ساينس وساينس نيوز وامريكان ساينس ومجالة نيتشر والكلام اللي بقوله لكم اتنشرت في مجالة نيتشر ليك لغاية دلوقتي لوسي بتدرس ان هي مرحلة وسيط رغم كل ده شهادة اخرى بالاضافة لكل اللي قلته مع الاجزاء السابق ضد لوسي قالها التطوري جيرمي شيرفاس قال ان كل شيء حول هيكل لوسي من اطراف اصابع اليد المتقوسة ليس زي الانسان الى اصابع القدم يقترح ان لوسي واخواتها يعني بقيت حفل يد للجنس التاحها صفاتها تكون مناسبة جدا للتسلق على الشجر بعض الصفات التقققلم للتسلق على الشجر يمكن اكتشافها حتى لو كانت تختفي في حفريات لاحقة زي الهومو الهابلس وممكن ان نجادل ان التققلم هو التعلق على فروع الشجر وكانت تعيش عليها في الماضي ولكن الحيوانات عادة لا تحتفظ بالصفات التي لا تستخدمها يعني ايه اللي بيقولوا الراجل ده بيقولكم نوسي كانت عبارة عن ارد عايش على الشجر ده مش مرحلة تطور الانسان وكلام ده اتنشر في نيو ساينتس وطالما احنا شايفين بوضوح صفات ان هي كانت بتتعلق وبتتسلق الشجر موجودة في لوسي بواضحة في كل هيكلها والصفات ما بتختفيش يعني هو ده اللي كانت عايشها يعني ده مش مرحلة للانسان في التطور في المش لا ما تنفعش ايضا شهادة اخرى ضد لوسي قدمها علماء كاثيرين واحد العلماء اللي درس هيكل لوسي بتفصيل ويقول توفيق وجهات النظر في وقوف لوسي هو تقريبا شبه المستحيل ادعاء لوسي ان هي مرحلة وسيطة ان هي كان بتمشي على رجليها ادعاء ده شبه مستحيل ان يتم توفيقه عندما ننظر الى اعادة تركيب المقترح بواسطة اوه لاف جوي وايضا بواسطة ويفير الواحد ياخذ انطباع ان اعادة التركيب دول سيكون جسد انسان حديث ممتاز في الوقوف يعني مرحلة وسيطة في الانسان ابتدى يمشي لكن عندما ننظر الى عادة التركيب الحديث المبدأي الذي يقدم في معهد سيمو فوسينيان ناخذ انطباع انها ايه شامبانزي اوه ده الابحاس الحديثة طلعت الكلام القديم انه هو غلط يعني لما بقول لكم يوسي ما تنفعش تكون مرحلة وسيطة عبارة عن شامبانزي او تنوع من الشامبانزي القزم ده مش كلامي ده العلماء اللي بقول لكم ده الابحاس الحديثة هي لقالة الكلام ده ليه ترى لسه لغاية دلوقتي في الجامعات بيدرسوا للطلبة المعلومات القديمة اللي سبط خطأها وما بيدرسلهم المعلومات الحديثة ايه رأيكم نأخذ انطباع انها شامبانزي يحاول بطريقة خطأ ان يقف على طرفيه الخلفيين وعلى وشك ان يسقط على طرفيه الامامية مثلما قدم لوين سنة 1988 وفي الاخير تطبيق ان الشكل بدائي في محاولة المشي على قدمين في قردة هضر ادي نص كلام الكلام اللي هو قاله ده فعلا باحد الجامعات نشرت الكلام ده بوضح وكلام ده اتنشر فين جورنال of human evolution وقال في صفحة 211 من المرجع السابق انه وقوف لوسي ده شيء غامض ده ما ينفع اللي بيتكلم عنه ده اتنشر في الموقع الرسمي اللي معها سيمت فالسونيا تحت عنوان هل حل العلماء مشكلة موت لوسي القديمة من 3 مليون سنة وقادي الموقع المعهد وقادي الصفحة اللي اتنشر فيها من موقع المعهد الرسمي هذا الكلام وقال اللي بتوضح انه لوسي ما تنفعش توقف على قدمه ايضا نفس الامر اتنشر فيه موقع مجال discover ويوضح انه لوسي عبار عن فقط هيكل شمبانزي قذب او تنوع منه او يشبه له ولو حب تمشي على قدمين شوية صغيرة بعد كده لازم تكفي على 4 ادي الكلام تحت الجزء اللي بتاع leg up ال position بتاعها ما تنفعش تمشي على 4 امن 2 لازم تمشي على 4 لاب حسد كلها وضحت ان لوسي الكلام للدعاء القديم هي مرحلة وصيلة تطور الانسان ليه كل هيكل هيش بقي الشمبانزي القذم في معادة الحوض والرجبة بدأت توضح انها بقيت خلاص ماشي على رجلين لا طلعوا الكلام ده غلط ده زيها زي الشمبانزي القذم لما بيحاول يمشي على قدمين شوية ويقول بالحقيقة تحليل مجموعة كبيرة من عظام الاستروليفسسين وهو جنسي لوسي بواسطة الطبقة العليا ده مش علماء تحت بير السلم ده الطبقة الراقية من علماء التشريح وده مش في فترة قصيرة من فترة طويلة ده بيلخص لكم بيقول لكم كل علماء التشريح المرموقين المشهورين مصدر الثقة لما درسوا الاسترولوبيسيكاس جنسلوسي استنتجوا ايه انه غير مرجح ان لديهم التشريح لانتقال يعني مفهمش اي صفة تنفع ان يتكون مرحلة وصية بينما هم قد يكونوا يسيروا لفترات قصيرة واقفين مثل بعض القردة الحديثة ولكن هذا لم يكن بطريقة البشر لكن بطريقة فريدة يظهر اسلوب حركة نتيجة لكونورهم من سكان الاشجار بشكل اساسي ايه رأيكم ادي نص كلامه جبته لكم بالكامل مع ترجمة واد المرجع للي عايز يتأكد ده يؤكد انه شبه اجماع العلماء انه لوسي زي الشمبانز القسم هو تنرهش اي حاجة شبه للبشر ولا اي مرحلة وسيطة في اي شيء عشان ولا تصلح انها تكون مرحلة وسيطة في المشي ايضا يقول ايه اوكشنرد من فترة طويلة يحاجج من خلال تحليلات كثيرة ان الاسترالوبيس السين اللي هو جنس لوسي مميزين عن البشر وعن الشمبانز اكثر من تمايز هؤلاء عن بعض يعني شايفين الفروق ما بين الشمبانز اللي حاليا والبشر وليما ينفعش نقول لنجيء الشمبانز جد البشر لان احنا شايفين الاختلاف اللي بين ه كويس الاسترالوبيس السين اكثر اختلافا عن اختلاف الشمبانز عن البشر ده اللي بيقوله لكم والكلام ده اتنشر في مجلة نيتشر فيؤكد ان اختلاف جنس لوسي عن الشمبانز واختلاف جنس لوسي عن الانسان اكثر من اختلاف الشمبانز عن الانسان فهي لو كانت تشبه الشمبانز القذم تكون جنس يشبه له وليس الانسان بيعلقوا على كلامه بالرغم من هو تطوري الا انه بيصر ان الاسترالوبيس السين ماينفعش يكون مرحلة وسيطة في تطور الانسان ولكن مجموعة مميزة جدا قضط معظم وقتها على الشجر ولو كان فيها اي تشابه يكون زي الشمبانز القذم العادي وليس الشمبانز العادي اسف الشمبانز القذم الحالي وليس الشمبانز العادي يعني بتعبير اخر فقط نوع اخر من القردة كل العلماء دول اقدمتهم لحضراتكم وقراراتهم وابحثهم ومعاهد وجامعات ومجلات علمية نشرت كلامهم الموثق يؤكد ان جنس لوسي يأم جنس قردة انقرد او تنوع من الشمبانز القذم او يشبه لا اكثر ولا اقل ولا لأي علاقة على الاطلاق بالتطور الانسان خاصة في سفة المشه هل اي حد من مؤيدي التطور ومؤيد ان حفرية لوسي مرحلة وسيط حتى الان يقدر يقدم دليل عكسي واحد لقلو مش انا اللي قدمته انا ولا شيء انا على قدم انا قارئ فقط وبعرض لحضراتكم باحث فقط بكل الابحاث دي لكن هل حد من اللي لسه بيؤمن بتطور الانسان وخاصة كل ما يقولك تسأله يقولك لوسي يقدر يقدر يقدم دليل ضد هؤلاء العلماء اللي قدمت كلامهم حاجة اخرى رغم انعاف لما طولت انا لوسي مفهاش فقرات قطنية اللي هي بتاعة الظهر الا واحدة بس وهي غادبا اللي هي L3 موضوع القوس السانوي للظهر مش باين فيها فمن قدرش نقول ان هي زي حرف C زي شمطنزي ولا حرف S زي الانسان ولكن لسوق حظهم حفرية تانية تم اكتشافها ليه لسترالوبيسيكاس زي حفرية S T S 14 حنلاقي الموضوع ده كمان فيها وده مهم لوضوع الوقوف لان منفعش يقف بظهر على شكل حرف C زي شمطنزي محتاج عشان يقف يقف بظهر على شكل حرف S ايضا زي ما قدمت سابقا لوسي مفهاش اقدام ولكن تم اكتشاف عظام اقدام في حفريات اخرى ودي وضحت انها هتؤكد ان قدم جنس لوسي وطابق الشمطنزي مفعش للمش لان مفهوش القوس ولا الاتصاق الخمس اصابع مع بعض بليجمنت واحد ولكن يصلح للتسلق وليس للمش ولو حب تمشي عليه تمشي مسات قصيرة زي الشمطنز الفيز ملحوظة شرح علماء ان تركيب رجل الاستراليبيسيكس افرانسس اللي وضحوا انه ادعاء ان رجل لوسي يشبه البشر وضحوا ان ده تزوير ليه لانها من عزام اكتشفت الاستراليبيسيكس خلطوها مع عزام هومو بشر وايضا زي ما درسنا بالتفصيل ادعاء ان خطوات لايطولي انها للاستراليبيسيكس برضو خطأ وضحوا ان خطوات لايطولي ده خطوات بشرية ووضحوا من ادعاء ربط خطوات لايطولي بلوسي في السبعينيات من القرن الماضي وده اللي قد الشهرة اتضالة التزويرية الخطأ للوسي والمستمرة حتى الان برضو خطأ ووضح ان لوسي ما بتمشيش على قدمين ليه لانه ما تم اكتشافه من حفريات لأقدام جنس لوسي واكد ان ايها زي الشمطنزي كلام ده تنشر في ساينتيفيك امريكان وتقول ان اذا ديسكوفري اف لوسي استراليبيسكاس افرانساس ويدعاء ان خطوات لايطولي لجنسها الكلام ده سبت خطأه والكلام ده تنشر فيه مراجع كتير كويس وقادي نص الكلام جايبه لكم بالكام والكلام ده تنشر برضو في ساينتيفيك امريكا في اغسطس 2005 قبل منهي كلامي خلاص عن حفرية لوسي تكون خلصنا تماما كلام عن حفرية لوسي ولعنده دليل عكس يقدمه انا انتظر لكن برضو اعرض رأي اخر ده العالم مسيحي بايزاوين من احد العلماء المسيحيين هذا العالم طلع بنظرية لحد ما انا مش قابلها ولكن هقدمها لحد ربنا هو قال لوسي فعلا تنفع تكون شمبانزي كان افضل في الماضي من الشمبانزي الحالي والشمبانزي الحالي هو تضهور وليس تطور مين الالكالان ده ماثيو مردوك وده عالم مسيحي لكن ليه فرضية تخالف الكل فهو بينادي بالتضهور الشديد يعني طبعا عكس التطور فماثيو اشار انه استرالوبيسكس لو ينفع يكون جد شيء ينفع يكون جد الشمبانزي وليس الانسان ويقول انه قد يكون علامة واضحة لتضهور الشمبانزي من زمان اياما كان موجود في جنة عدن وبعض الطوفان وبيستمر في تضهور تدرجي لغاية ما وصل لشمبانزي الحالي كلام ده قاله في البحث بتاعه العكس فهم ان يشوف الاسترالوبيسكس افضل من الشمبانزي فيحاول يدعو انه مرحلة في طريق التطور ولكن هو واضح انه دليل على التضاهر ده اللي هو بيقوله فهو بيحاول يثبت ان الاسترالوبيسكس هو كان شمبانزي والدهور ده اللي بيحاول يقوله طبعا معنا غير مقتنع بكلامه قوي لانه لمنزيل التزوير اللي موجود في حفرية لوسي هي تصلح انها تكون تنوع من البنوب او الشمبانزي القزم لكن كل اللي قلتم حضراتكم حاليا عن حفرية لوسي او جنس لوسي والاسترالوبيسكس افرانساس لوسي الهيكل المكتشف بدون ركبة كاملة اصلا ركبة اللي فيه جزئية ومكسورة الهيكل الجزئ الاعلى بكل ما فيه خاصة مجزاء الجمجمة والفك السفلي وغيره كل ده يشبه الشمبانزي القزم والعلماء قالوا لفظا لدرجة تلتة طابق ركبة اخرى نقطة اثنين مكتملة بدون هيكل اكتشفت لوحدها على بعد اكتر من الف كيلو ونص من مكان اكتشاف حفرية لوسي وعلى عمق سبعين متر فيه طبقه مختلفة وحددت بعمر مختلف 200 الف سنة عن حفرية لوسي وقرب مقبرة بشرية وتشبه الركب البشرية وليس الشمبانزي وهذه الركبة الاخرى نسبت الى هيكل لوسي لطقرة لانه لوجيك ومرة تانية لانها من نفس جنس الاستراليبيسكاس بدون اي دليل على الاتنين حسب الدعاء المكتشف لانه لو لما يقول هذا للدعاء يبقى لقى مرحلة وصيلة بدون هذا للدعاء يبقى ملقيش حاجة جديدة ويبقى كل حياته في البحث راح ناشونال جيوغرافك قالت عن الركبة انها ركبة لوسي لوسي رغم ان هي ليست ركبة لوسي وعلماء كثيرين اعترفوا ووضعت اعترافاتهم قدام حضراتكم في كل الاجزاء الماضية انها ركبة انسان حديث حتى مع الدعاء دونالد جوهانسون بعكس ذلك كل العالماء قالوا ما تنفعش ركبة انسان حديث خمسة المستفاد من هذا للدعاء ان هذه الركبة البشرية تنسب لوسي او تنسب لجنس لوسي هو دونالد جوهانسون نفسه ليه عشان الشهرة اللي بيحاول يوصل اليها بايي شكل حتى نفسها قالت الكلام لانه بدون هذه الركبة انتساب هذه الركبة زورا وبدون تزوير عظمة الحوت يكون هو اكتشف هيكل شمطنز قذب ويصبح اكتشاف وليس له اي فايدة ويكون ساعتها فقط كل ميزانيات البحث وضن خلص الموضوع على كده ستة الركبة اللي هي من غير هيكل لو كانت الانسان الحديث تبقى مصيبة لانها حددت بعمر اقدم من هيكل لوسي بـ 200000 سنة الرجبة تحدد بـ 3 و4 من 10 مليون هيكل لوسي 3 و2 من 10 مليون يعني رجبة انسان طبيعي حديث هومو سيبيان موجود قبل لوسي يعني ده يقدر التطور تماما يعني كده الانسان الطبيعي اقدم لوسي حط الكلام مع خطوات لايطول مع غيره خلاص التطور الدرب 7 عضمة حوض لوسي المتكسر عشان كده بقيت ناس كتيرة لسه بيقيد جوهانسن حتى مع التزوير لانهما للحل البديل رفضينه تماما 7 عضمة الحوض لوسي المتكسر الأصلية لتطابق الشمبانزي اوين لوفجوي عمل آخر عاد تشكيله عشان يخلي عضمة الحوض تشبه البشر ليه ادعاء عشان يخليها مناسبة للركبة البشرية وللأسف القالب المزور اللي عمل اوين لوفجوي هو اللي بيدرس ميشن أصلي 8 لوسي لا يوجد معها عزام أقدام وحاول ينسب خطأ خطوات لايطول البشرية لها اللي من دولة مختلفة تبعد 1600 كيلو عن مكان اكتشاف لوسي طاقت عشان يتدعوا ان لوسي بتمشي زي البشر وعرفنا ان خطوات لايطول لأ خطوات دشرية طبيعية بما فيها ميري ليكي نفسها قال ان خطوات هم ومش خطوات لوسي مش بيسي كاس مكتشف هذه الخطوات حجم المخ اللي هو من ربع الى تلت مخ الانسان ويطبئ الشمطانزي واستبدلوها بنظرية ان الانسان اولا بدأ يتطور مش من راسه وابتدأ يتطور من رجليه فبدأ يتطور اولا في المش والمخ جه بعدين رغم ان اقدام بقية حفريات الاسترالابسكس اتضح ان هي ما بتطور ش في الاقدام ولا حاجة بزيز الشمطانزي عشرة الفكل على شكل حرف U المميز للقردة والانسان المميز للقردة شكل حرف V المميز القردة وقاسف يختلف عن شكل فك الانسان واكبر بكتير من الانسان لوسي تطبق بل تصبح بالعكس لان جدودها يوجد بعض الحفريات المكتشفة قبلها يعني جدود لوسي فكوهم اصغر من لوسي يعني كده لوسي تكون تضاهد حداشر من اجزاء الجمجمة والفك الفقري وغيره كلها تطابق الشمبانزي القزم زي ما قالوا تطابق تقريبا معدد تزوير الزراعين بالكتف والاصابع لبقية حفريات جنس لوسي تطابق الشمبانزي القزم ومناسبة تماما للتسلق وليس في المشي لليس ثقل الجزء العلوى من الجسم عن السفر رزق لوسي بيقفل زي القردة للمشي على أربع لوسي لو كانت بتحاول تمشي لكانت زيها زي الشمبانزي تدور حوالي نفسها وتتمرجح أو تنحاني أثناء الدوران ليس مرحلة وسيط ما بين الإنسان والقردة عضلات لوسي بدراسات كثيرة وبرامج كمبيوترية كثيرة ما تنسبش انها تمشي إلا قليلا زي الشمبانزي القزم بعد كده تتكفي على أربعة تاني أعتقد الصورة اتضحت لحضرات المكتشف اكتشف هيكل لتنوع من قردة نسب إليه ركبة إنسان حديث ودعا هي ركبة أستراليبيسيكاس وزوار عظمة حوض كل ده عشان يتحول من هيكل تنوع لشمبانزي قزم أو جنس يشبه له تصبح مرحلة وسيط رغم أنه لوسي بوضوح تنوع من شمبانزي زاد سات اللي أنا قلت ده هل أي حد منه للإنسان جه بالتطور وعنده دليل عكس على أنا قدمته للحفرية لوسي هذا التزوير المسمى بلوسي هو يعتبر حتى الآن أفضل دليل بيستخدموه على إثبات تطور الإنسان وبدونه ما عندهم أي أدلة حقيقية لأن بعد شوية صغيرة سندخل في الهوم منهو البشر والتنوع من البشر إذا كان التزوير ده هو أفضل دليل عندهم ألا يدل أن كل أدلة التطور هي إدعاءة وتزوير وينسب عظام بشرية لهياك القردة عشان يحولوها مراحل وسيطة وده طالما ده الأدلة اللي عندهم ده معنان هم عندهم أدلة حقيقية طالما واحد يتمسك بالتزوير وهو ده اللي يقدمه لك يعني ما عنده دليل حقيق عشان كده متمسك بالتزوير اللي معان بعد كل الأبحاث الحديثة دي ولسه الجامعات بتدرس حفرية لوسي إن هي محالة وسيطة وأساسية ومهمة وبتدرس الأبحاث الأديمة وليست الحديثة ده مش معنان هم عندهم أدلة حتى يستدلوها عدم وجود أدلة حقيقية على تطور الإنسان يأكد أنه مجاش بالتطور لأنه لو ده كان حصل كن نلاقي الأدلة فترى إمتى هيغير مكتوب في مناهج التعليم عن جدود الإنسان وخاصة عن حفرية لوسي من معلومات قديمة معروف إن خطأ وتزوير ويقدم المعلومات الحديثة اللي ونكمل حفريات أخرى